اجتماع طارق لمجلس الأمن المركزي في لبنان على خلفية حوادث اقتحام المصارف وميقات يدعو لتغليب المصلحة الوطنية الأمم المتحدة تحقق فيما زعم أوكرانية بوجود مقبرة جماعية في مدينة إزيوم وروسيا التون في ارتكاب أي مجازر خلال قمة شنغهاي بوتين يعلن استعداد بلاده لتقديم الأسمدة والحبوب الروسية لدول النامية بلا مقابل الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بزيارة لعدد من مصاب العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يغضعون للعلاك حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة وقد أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية وحرص رئيس الأركان على الإطمئنان على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين حيث أوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشرف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال وأشهد الفريق أسامة عسكر بما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء التقى وزير الكهرباء محمد شاكر باللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لبحث سبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وأتناول لقاء استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة يأتي ذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتعميم استخدام خدماتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة طبقا للمعايير العالمية وأتوفر الشبكة جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقايير العالمية استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن وتضمنت الدورة التدريبية إلقاء عددا من المحاضرات مدعومة بالعروضة التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن وتنفيذ عدد من التمرين العملية وجلسات النقاش الجمعية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب والنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الدول واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب الذي عكس مدى ما وصل إليه ضباط المشاركون في التدريب من مستوى راق يؤهلهم لتولي الوظائف العليا وصلت وزارة دخل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 310 أطنان لمواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع الغدائية والغير غدائية تم ضبط وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير متابق للمواصفات أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجي ميقاتي أن الحكومة على علم بما يشعر به الشارع اللبناني مشيرا إلى أهمية العمل مع مجلس النواب من أجل تحقيق الإنقاذ الحققية وخلال جلسة مجلس النواب لدراسة وإقرار مشروع موازنة 2022 أكد ميقاتي أن إنقاذ لبنان لا يحدث دون تعاون بين الجميع مع تغليب الوطنية على الشعبوية والواقعية على الإنكار وكشف أن الأدوية كان يتم تهربها إلى خارج لبنان والآن أصبح هناك برنامج لكل مريض لاستلام أدويته مشيرا إلى أن هناك هدفا واحدا هو إنقاذ لبنان دعا وزير داخلية لبنانية بسام مولوي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي بعد حوادث اقتحام المصارف هذا فيما أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل استنكارا وشكبا للاعتداءات المتكررة على المصارف وعربت الجمعية عن اعتذارها لكافة الموضعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإغلاق معتبرة سلامة موظفيها وزبائنها على رأس الأولويات قال متحدث حكومي في تونس إن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5% وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عزمها إرسال بعثة إلى مدينة إزيوم الأوكرانية للتحقق من ادعاءات سلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها وقالت النتقة باسم المفوضية إلى زبت تروتل خلال إحاطة للأمم المتحدة في جنافة إن بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تتحقق من هذه الادعاءات ويسعون إلى زيارة إزيوم لتحديد ظروف مقتل الأشخاص الذين عثر على جثاتهم في المدينة كان رئيس الأوكراني بولود ميرزلانسكي قد أعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركوف في الشرق الأوكراني واستعدت كيف المدينة من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضاد وفي وقت نقالت مصادر في الشرطة أنها عطرت على 440 جثة وكان الجيش الروسي قد سيطر على قرية بوتشا في الأسابيع الأولى للعملية العسكرية قبل انسحابيها والتركيز في المعارك على الجانب الشرقي للبلاد فيما نفت روسيا ارتكاب قواتها أي مجازر أو انتهاكات بحق المدنيين أعلنت قوات الجوية الأوكرانية أنها ضمرت طائرة هجومية روسية من تراز السوق 25 تابعة للقيادة الجوية الجنوبية فوق منطقة خيرسون وفي وقت سابق شن الجيش الأوكراني تسع ضربات جوية على مجموعات معادية في جنوب أوكرانيا وأكثر من 330 ضربة من البر ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن خدمة الطوارئ أن المدعي العام في منطقة لوهانسك الشعبية قتل في انفجار قنبولة بمكتبه يشار إلى أن روسيا قد اعترفت بلوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا في فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف تسعة مراكز قيادة في عدة مناطق بونتسك وزبورجيا ونيكولاييف إلى جانب 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة القوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة أخرى وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجار كرناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قصفت بأسلحة عالية الضقة نقاط انتشار لواء المشال ميكانيكي رقم 28 تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة نيكولاييف مشيرا إلى تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز العمليات الخاصة الجنوبية للقوات الأوكرانية في قرية أوتشاكوب بمنطقة نيكولاييف قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوروبا ألغت جزئيا العقوبات المفروضة على الأسميدة الروسية فقط لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الأسميدة والحبوب الروسية للدول النامية بلا مقابلة وأكد بوتين خلال قمة شنغهاي أن هناك 300 ألف طن من الأسميدة الروسية في الموانئ الأوروبية وأن الأولوية للدول النامية للحصول على الحبوب نقوم بزيادة حجم التصدير الغزاء والحبوب إلى الأسواق العالمية من 30 مليار تن إلى 50 و90% من المنتجات الغزائية بما في ذلك الحبوب يتم تصديرها إلى أسواق الدول النامية وكما في طريقة الحياة المنظمة نشجع على تطوير تقنيات المعاصرة والمتطورة في مجال الزراع ومجالات الغزائية وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانيسكي على اتفاقنا بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضاعة ونشرت الحكومة الأوكرانية مرسومة لاتفاق على الموقع الإلكتروني للرأسة حيث جاء فيه أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل البضاعة البرية المبرمة في مدينة ليون في 29 يونيو من عام 2022 وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية يذكر أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقع على اتفاق بشأن نقل البضاعة عن طريق البر من شأن أن يلغي الحاجة إلى استخراج تصاريح لشركات النقل الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة خمس سفن محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانيها ووفقا لبيانات وزارة البنية التحتية الأوكرانية تم تصدير 3.4 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة بالمواد الغذائية الأوكرانية الميناء في إطار مبادرة الحبوب قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستوتنبرغ إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية وأضف ستوتنبرغ أن الدول يجب عليها لاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع وأضح أمين حلف نيتو أن استعادة القوات المسلحة الأوكرانية أرضها أمر مشجع للغاية ولكنه ينذر بحرب طويلة الأمد قال المستشار الألماني أولاف شولس إن على الأورابيين أن يتحمل مسؤوليات أكبر بكثير في الناتو وأضاف شولس الخلال مؤتمر للجيش الألماني أن الحكومة الألمانية مستعدة لمراجعة التحفظات فيما يتعلق بقواعد التصدير العسكري التي تؤثر على مشروعات الدفاع المشتركة وعنى شولس من برلين أن قرار بلاده قد يكون مفاجئا للبعض مشيرا إلى التحفظات والقواعد الوطنية الخاصة بتصدير معدات دفاعية مشتركة للإنتاج أعاقت التعاون مع شركاء أوروبيين وشركاء آخرين في الماضي أعنى البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار فقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة وكذلك إلى تدريب عسكري من دون إعلان تفاصيل إضافية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ترسل المساعدات العسكرية إلى كييف وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض 15 ملياراً وثمانمائة مليون دولار وكانت آخر هذه المساعدات التي أقرتها واشنطن بقيمة 600 مليون دولار تتضمن صواريخ هيمارس ولكنها لا تشمل صواريخ بعيدة المدى وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض وهي الصواريخ التي تعتبرها روسيا خطاً أحمر يجب على الغرب عدم تجاوزه الرئاسة الأمريكية أكدت أن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون تفاصيل إضافية ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضاً على رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام كييف طلبت من واشنطن الأسبوع الماضي تزويدها بصواريخ آتا كامس بعيدة المدى والتي تصل إلى 300 كيلو متر ولكن واشنطن لم ترسل هذه الصواريخ وجاء التبرير الأمريكي على لسان رئيس الأركان مارك ميلي الذي ذكر مجدداً أن صواريخ آتا كامس قادرة على إصابة أهداف داخل موسكو انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية موضحاً أن واشنطن تخشى أن يؤدي تزويد كييف بها إلى تصعيد النزاع الإعلان عن هذه المساعدة الأمريكية الجديدة جاء في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً واسع نطاق ضد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مرصد النزاع في أوكرانيا واتقى خروج ما يقرب من 16% من المنشآت الغذائية في أوكرانيا من الخدمة وذلك نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو بسبب تدميرها أو سرقتها وأشارت الخارجية إلى أن التدمير المتعمد الذي شهدته هذه المنشآت يشكل جريمة حرب مؤكدة أن هذه العملية العسكرية وضعت الملايين من الناس في موقف حرج من ناحية الأمن الغذائي أعلنت موسكو أن خط أنبيب قوة سايبوريا 2 الذي تتبحث مع بكين منذ سنوات عدة لبنائه بهدف تزويد الصين بالغاز الروسية سيحل محل خط أنبيب نورد ستريم 2 الذي بنيا للنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وقال وزير الطاقة الروسي أليكزاندر نوفاك إن بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنبيب نورد ستريم 2 الأوروبي إلى قوة سايبوريا 2 الأسيوية ويعتبر هذا الخط الاستراتيجي يربط روسيا بألمانيا وهو متوقف عن العمل منذ الثاني من سبتمبر الجاري وكان تمر من خلاله ثلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي هذا ومن المقرر أن ينقل خط أنبيب قوة سايبوريا الغاز الروسي إلى الصين بزئيا عبر من غوليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرضت ألمانيا وصاية على الفرع الألماني لشركة النفط الروسية العملاقة راسن بيت مما يعطي الجهات التنظيمية الاتحادية في البلاد السيطرة على مصفتها في شفيت وهي مصدر رئيسي للوقود في برلين وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إنه يتم تصدي الخطر الذي يهدد أمن إمدادات الطاقة ووضع حجر أساس ضروري للحفاظ على موقع شفيت ومستقبله اشتركوا في القناة خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائد الرئيسي بمقدار 50 نقطة تأساس إلى 7.5% موافقا توقعات المحللين وفي بيان له قال المركزي الروسي إن معدلات نمو الأسعار لا تزال منخفضة مما يسهم في مزيد من طباط التضخم السنوي وأوضح أن معدل التضخم السنوي في الأسعار تراجع إلى 14.3% في أغسطس مقابل 15.1% في يوليو مع انخفاض أسعار السلع والخدمات بعد أن كانت مرتفعة بحدة في مارس الماضي حدر برنامج الغداء العالمي من أن أزمة الغداء العالمية دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عاما في 82 دولة إلى حالة من انعدام الأمن الغدائي الحاد منذ بداية العام مما رفع إجمالية عدد الأطفال المتضررين إلى 153 مليون وأشار البرنامج جائل أن الأطفال في سن المدرسة يتحاملون لعب الأكبر أو لعب الأكبر للأزمة الحالية مع وقب وخيمة على تعليمهم وقدرتهم على التعويض ما فقدوا أثناء إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا أهلا بكم من جديد أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر تراجع تواصل الهيمنة على توقعات الاقتصادية العالمية وأوضح صندوق أنه من المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023 لكن من السابق الأواني تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع نطاق أفاق قاتمة مازالت تسيطر على التوقعات الاقتصادية العالمية لسندوق النقد الدولي في الربع الثالث من العام الجاري في هذا الإطار اشدد صندوق النقد على ظهور كم ضخم من البيانات الاقتصادية تشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 صندوق النقد أكد كذلك على أن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على النمو العالمي متوقعا أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023 إلى أنه من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق في العام المقبل وفي يوليو الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% في 2022 و2.9% في 2023 في الوقت نفسه طالب صندوق النقد الدولي مسؤولي البنوك المركزية بأن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع في غدون ذلك توقع صندوق النقد أن يكون الشتاء قاسيا ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالفعل إلى هواقب اقتصادية مروعة ما يثير من مخاوف الركود وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطية أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيتابع خلال مواصلة رفع معدلات الفائدة بصفة شهرية مراقبة كيف تتكيف الأسر والشركات الأمريكية مع الأوضاع المالية الأكثر سرامة وكيف يؤثر هذا التعديل على التضخم اعتبرت حكومة تايوان أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بالسلام الدولية جاء ذلك غدا تلقاء عقده الرئيس الصيني جي جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوس باكستان وتبنت موسكو موقف الصين باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ورفضت بكين زيارات الأمريكية الأخيرة لتايوان معتبرة أنها استفزازية من جانبه قال الرئيس الصيني جي جينبينغ أن بكين ستدارب ألفين من أفراد إنفاذ القانون على مدى السنوات الخمسة المقبلة للدول الأعضاء في منطقة شانجهاي وفي حديثه في قمة منظمة شانجهاي للتعاون في أوس باكستان أكد الرئيس الصيني أنه يتعين على الدول لعمل على منع القوات الأجنبية من التحريض على الثورات الملونة كما دعا جميع الدول الانضمام إلى مبادرة الأمن العالمي للصين أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء أن قرغزستان وطاجوكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء المنوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع ولقي ثلاثة على الأقل حدثهم وأصيب سبعة وعشرون منذ اندلاع القتال على منطقة حدودية جبلية متنازع عليها قبل يومين توطر وعنف أصبح هو سيد الموقف في العديد من البقاع الساخنة بالعالم ولا سيما في السنتين الأخيرتين وتاتي الاشتباكات الحدودية بين دولتي طاجوكستان وقرغزستان ضمن تلك البقاع الملتهبة وبسبب سوء ترسيم حدودي تندلع الاشتباكات بين الحين والآخر وتكاد تؤدي إلى حرب شاملة في كثير من الأحيان لولا تدخلات الأممية التي لا توقفها كليا ولكن تخفف من حدتها لجنة الدولة للأمن القومي في قرغزستان أفادت بوقوع اشتباكات كثيفة تدور في المنطقة الحدودية متهمة طاجوكستان بقصف الأراضي القرغزستانية بكل ترسنتها المتاحة وبمواصلة نشر معدات ثقيلة وأشرت وزارة حالات الطوارئ أن سكان قرى حدودية عديدة فروا من المنطقة التي تشهد معارك تسفير عن قتل وجرح من جانبها اتهمت طاجوكستان القوات القرغزستانية بفتح النار على مواقع طاجكية بدون ذكر سقوط ضحايا لديها وكانت حكومة بيشكيك العاصمة القرغزية قالت إن وزيري خارجية البلدين ناقش الأمر إلا أن حرص الحدود قال إن اتفاقين لوقف إطلاق النار انهار بالفعل ومن المقرر أن يلتقي حاكم المقاطعتين المتاخمتين للحدود بالبلدين عند نقطة عبور حدودية ضمن محاولة أخرى لتهديئة الوضع ودعت موسكو التي تربطها علاقات وثيقة مع البلدين التي تستضيفان قواعد عسكرية روسية دعت إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار ينهي الأزمة قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن 135 جنديا أرمينيا قتلوا في اشتباكاتنا مع أذربيجان هذا الأسبوع وجاء هذا في وقت تتبدل في باكو ويريفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال الذي دار هذا الأسبوع وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020 خلفت ألاف القتلى قالت الحكومة الأرمينية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان لمناقشة الاشتباكات التي اندلعت هذا الأسبوع بين أرمينيا وأذربيجان وتبعت الحكومة أن نيكول باشينيان أكد أنه على الرغم من حقيقة أن الحدود هادئة نسبيا حتى هذه اللحظة فإن التوتر الشديد ما زال يشب الوضع وضافت الحكومة أن باشينيان أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جددت الولايات المتحدة التزابها بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حد قضايا سلميا بعد تجدد الاشتباكات الدموية وفي بيان أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما مشيرا إلى أنه سيظلم خريطا شخصيا لتحقيق هذا الأمر تعرض شرطيان للطعن وسط لندن وفق ما أعلنت الشرطة مضيفة أنه تم توقيف رجل يحمل سكينا وفي بيان قالت شرطة العاصمة البريطانية أن شرطيين تعرضا للطعن ويعالجان حاليا في المستشفى وتم توقيف رجل يشتبه في أنه هاجم مسعفا في حي لستر سكوير بدون إعطاء تفاصيل حول الوضع الصحي للشرطيين نفى السكرتير الصحفي لرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ما تدورته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو وكانت تقارير غربية ذكرت أن شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتين مما تسبى في انفجار إطارها الأمامي وتصاعد الدخان منها وأوضحت أن بوتين لم يصب بأذى وجرى تأمينه مؤكدة أن جهاز الأمن النفذ اختقالات عدة يشتبه في صلاتها بالحادث أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق شؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة يانس لاركا أن المنظمة الدولية سوف تطلق اليوم تمويلا بمبلغ 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بهدف سد فجوات التمويل الحارجة في 11 عملية إنسانية في أفريقيا وأسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط ولفت لاركا إلى أنه مع هذا التمويل الإضافي يكون الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بالأمم المتحدة قد خصص مبلغا قياسيا بلغ 250 مليون دولار هذا العام حتى الآن وذلك من خلال نافذة الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل حذرت منظمة أكسفام غير الحكومية بأن موجات الجفاف القصوى والفيضانات الكاسحة وظاهرة التصحر زادت من شدة الجوع الحاد بأكثر من الضعف في الدول الأكثر عرضا للكوارث المناخية وأفدت أكسفام في تقرير لها أن الجوع الحاد ازداد بنسبة 123% في عشر دول تصنف من الأكثر عرضا للمخاطر المناخية هي الصومال وهيتي وجيبوتي وكينيا والنيجر أكد ممثل منظمة اليونيساف في باكستان عبدالله فاضل أن الفيضانات الهائلة التي اكتاحت البلاد أودت بحياة ما يصل إلى 528 طفلا وطلب فاضل بزيادة الدعم كي لا يفقد المزيد من الأطفال من جانب آخر أظهرت بيانات حكومية أن أكثر من 90 ألف شخص عولجوا من أمراض معدية وأمراض تنقلها المياه في يوم واحد في المناطق المتضررة من الفيضانات بجنوب باكستان مع تجاوز إجمالية عدد القتلى جراء الفيضانات 2500 شخص أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام علاجين بالأجسام المضادة لفيروس كورونا لكونهما لم يعود فعالين على الأرجح بسبب سلالة أوميكرون من فيروس كورونا وأحدث متحوراتها الفرعية وكان العلاجان المصممان للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك لسارس كوف 2 لتحييد قدرة الفيروس على إصابة الخلايا من بين الأدوية المطورة في وقت مبكر من الجائحة ولكن الفيروس تطور بعد ذلك الحين نحن لم يكن هناك لقاح التعزيزية ضد الفيروس التاجي بالإضافة إلى استخدامه كلقاح أولية في الجرعات الأساسية وقال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري أنه سيسمح للمستشفيات والعيادات باستخدام اللقاح في الجرعات التعزيزية الثالثة والرابعة بدءا من 26 سبتمبر الجاري أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة بجدر القردة لرجل وافد قادم من الخارج حيث تم الاشتباه بإصابته ودهور الأعراض عليه وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع آتر المخالطين وأكدت الوزارة في بيان أنها وضعت خطة استباقية طارئة لتعامل مع جدر القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التقصي الوبائية للحد من فرص انتشار جدر القردة حفاظا على سلامة العامة للمجتمع أطلقت وزارة الصحة أربع قوافل للطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنطلق القافلة يومي 16 وال17 من سبتمبر 2022 وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية وتقدم الكشفة والعلاجة وجميع الخدمات بالمجان في عدة محافظات هي الجيزة والغربية والبحر الأحمر وجنوب سيناء نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان يدوم الفرح حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد مئة عربوسة من أبناء محافظة سهاج لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة وقال منصق عام حياة كريمة بسهاج هشام حدد إن مبادرة الرئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم للأهالي في مختلف قرى مصر تحت عنوان يدوم الفرح رسمت مؤسسة حياة كريمة البسمة على وجوه طارق الفكري محافظة الإقليم بعرس جماعي لمئة من بنات وأبناء الشعب السهاجي من داخل قرى حياة كريمة تلك القرى التي تنفذ عليها مشروعات مبادرة القومية مبادرة حياة كريمة التي حولت الصعيد من صعيد مهمش طوال عقود طويلة إلى صعيد ثعيد المبادرة دي من ضمن المبادرات كتير أمد بها مؤسسة حياة كريمة هدف المبادرة مساعدة الفتيات الغير قدرات تأهلهم للزواج وتم عمل دورات تدريبية لمجموعة من الفتيات للتأهيل للزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والأوقاف اليوم يدوم الفرح عبارة عن تجهيز وتأهيل وتدريب مئة عروسة يتيمة بالمحافظة الحقيقة أننا اليوم كان وراء جهد كثير وشهور أصلاً عشي خاطر أن نقدر نختار مئة عروسة من جميع الأماكن ومن جميع القرى ومن جميع النزلوع كان واجهتنا أن نحن نقدر نجيب عروسة مؤهلة ومستحقة فعلاً ويتيمة بالفعل حوالنا توزيع الجغرافي حوالنا توزيع الديني على قدر الإمكان حضرتك تجهيز العروسة بيكون من غسالة من تلاجة من بتجاز من شنط المستلزمات شخصية لم يتعروسة الاحتفالية شهدت عروضاً فنية وفلقلورية قدمتها مديرية الثقافة بسهاج واستحضور كبير من قيادات المحافظة بالإضافة إلى أسر الفتيات المكرمات المقبلات على الزواج نحن نعمل البحثات وبدأنا نجهز الأوراق وقدمناها والحمد لله برضي مبادرة حياة كريمة زي ما عودتنا دايماً أنها بتوفي ووفت معنا وعطت كل العرائس كل واحدة جهاز وكانت فرحة عريمة أنا بشكر مؤسسة حياة كريمة عشان جابت لي الجهاز النهاردة من غسالة البتجاز التلاجة الشاشة أول ما نزلت المبادرة بصراحة نحن فرحنا وفرحنا قصر كتير نحن ما نقدر نساعدهم في حاجات كتير يعني طبعاً لما نزلت المبادرة تجهيز العرائس نزلنا بنفسرين للناس أكثر احتياجاً وتم اختيار بعض العرائس اللي هم فعلاً محتاجين الجهاز زنوا يوصلهم الاحتفالية شملت عرضاً لما قدمته مؤسسة حياة كريمة خاصة في محافظة سهاج التي ساهمت بشكل كبير في تغير واقع المحافظة إلى الأفضل العرض تناول ما تم من مشروعات ضخمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية ومختلف القطاعات المبادرة انبثق منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفر كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة تتواصل جهود الدولة المصرية بكتافة لاستضافة ورئاسة مصر لدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 وأكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وأكد أمنى أن المحافظات لها دور فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة تغير المناخية وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والدكية تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو سبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخية وذلك من خلال توطين سياسات التكيف وتخفيف على المستوى المحلية وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي مبادرة غير مسبقة وشاملة تستهدف جميع محافظات مصر في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ إنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي أطلقتها الدولة لجلب الاتثمارات اللاذمة لتنفيذها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد وزير البترول تارق الملة أن قطعت الطاقة حول العالم واجهة تحديات كبيرة خلال سنوات الأخيرة مع تسبب جائحة كورونا في تدبدبات كبيرة في أسواق الطاقة وخلال مشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول لمنتدى الدول المصادرة للغاز للتحضير لقمة المناخ العالمية كاب 27 أشار وزير البترول إلى أن التحديات الجيوسياسية غير المزوقة في أمن الطاقة تتسبب في الطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية قال وزير التجارة وصناعة أحمد سمير أن الحكومة تسعى الجاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال أو مناخ الأعمال في مصر لجذب الاتثمارات الأجنبية وخاصة الاتثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري وخلال اللقائه مع وفد التحدي الغرف الألمانية للصناعة والتجارة أجد سمير أهمية إقامة شراكات تجارية والاتثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصة وأن الحكومة تولي اهتماما بجذب المزيد من الاتثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات حقق معرض أهل المدارس بقرية أبو عطوة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية نجاحاً وإقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء مستلزمات المدارس يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بتخفضات تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسية للطلاب لأول مرة يقام معرض أهل المدارس في أبو عطوة بالإسماعيلية بنقدم في المعرض أسعار مخفضة جداً عن مثلها في الأسواق من ملابس مدارس وأدوات مدرسية وأحزية وبعض الملابس الخاصة بالجامعات وأناشد المواطنين بأنهم يجوا يبتدوا يشوفوا المعرض دي هيلاقي أن الأسعار مخفضة جداً جداً بنسبة تصل لـ 30% عن مثلها بالأسواق ندين أسعار مخفضة لجميع الملابس المدرسية من كتب وشنط وملابس بناتي وأولادي وجميع المنتجات المدرسية أسعار أحسن من بلده بكتير وإنا الدنيا كوتشيات كلها جميلة بالصرع عن نبي وأنا واحد من الناس أخذ كوتشيات بدل ١٠ جنيه بأجيبهم من بلده هنا بـ ١٥٠ جنيه أقامت محافظة الإسكندرية مهرجان رياضة للجميع في نسخة ثانية على شاطئ سيدي بشرة يهدف المهرجان إلى زيادة الوعي الرياضي للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع ممارسة الرياضة بشتى أنواعها كما تضمن المهرجان عدة عروض فنية ودورة مسغرة في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة وكرة الركض وكرة السرعة والكاراتي وشد الحبل وقصار القامة ودوي الاحتياجات الخاصة النهاردة احنا بنقيم مهرجان الرياضة للجميع المهرجان بينظموا الاتحاد المصري العام لرياضة للجميع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية فور استقبالنا للطلب عرضنا على سيادة الله محمد الشريف يعني وجه برعاية هذا المهرجان وبدأنا نجهز الملاعب الموجودة وده عينا الأندية ومراكز الشباب والكيانات والأفراد حتى المهرجان من اسمه الرياضة للجميع بنشجع المواطنين بشكل عام أنهم يمرسوا نوع الرياضات التي هي الغير مكلفة على رمال الشواطئ احنا هدفنا أن نوصل رسالة أن شواطئ إسكندرية مش أقل من شواطئ أي مدينة ساحلية بره احنا عندنا المتقومات عندنا المساحات الرملية عندنا قدرنا نقيم عدة ملاعب أستاذ كوميديا ومدرسة قائمة بذاتها في المصرح العربية أطل علينا عبر شاشات السينما والتلفزيون والمصرح والإداعة فصارت لزماته على ألسنة الجمهور العربية إنه الفنان الراحل الأستاذ فؤاد المهندس الذي قاد مسيرة مختلفة في عالم التمثيل أخرجت العديد من عمالقة الكوميديا الذين أمتعون بفنهم واليوم يوافق ذكر وفاته تنزل من الدهليزة ستلاقي باب قدامك تفتح الباب لأي دهليز تنزل من الدهليز ستلاقي باب قدامك تفتح الباب لأي دهليز ستلاقي باب قدامك تفتح الباب تلاقي تاكس واقف مستنيك تاكس تاكس تفتح باب التاكس تلاقي دهليز ستنزل من الدهليز ستلاقي نفسك في الشارع وإنت يا سينجر شوف لنا خمسة ستة رجال يشولوا الجسة دي من هنا أنت لسه واقف بتاع بلايه ماشي يالله كوميديا راقية للفنان الراحل فؤاد المهندس قدمها من خلال نحو سبعين فيلما والعديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج التي لا ينساها المصريون كلمتين وبس المهندس من مواليد السادس من سبتمبر عام 1924 بحي العباسية بمحافظة القاهرة كان والده عالما لغويا لذلك كان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه الذي كان صاحب الفض الأول في تنمية مواهبه الفنية وقد ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي يميزه في مشواره الفني عندما التحق فؤاد المهندس بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهد الفنان الراحل نجيب الرحاني في مصرحية الدنيا على كف عفريد وأعجب به الرحاني فضمه لفرقته المصرحية بعد وفاة الرحاني انضم المهندس لفرقة ساعة الألبك منذ تأسيسها في مطع الخمسينيات وكانت هذه بدايته مع التمثيل على الرغم أنه قدم ما يقربون سبعين فيلما سينمائيا إلا أنه أحب المصرح وظل معشوقه الأول فمن أشهر أعماله أنا وهو وهي سك على بناتك سيدة اليميلة كما كون مع الفنانة الراحلة شويكار واحدا من أشهر الثنائيات الكوميذية في السينما والمصرح العربي أما عن أشهر أفلامه فهناك أرض النفاق وأخطى الرجل في العالم كما قدم فؤاد المهندس للتلفزيون عدة مسلسلات أشهرها عيون كما قام بتقديم فوزير عم فؤاد التي كان يتابعها كل الأطفال في مصر والعالم العربي توفي فؤاد المهندس في السادس عشر من سبتمبر من عام 2006 إثرى أزمة قلبية تاركا إرثا كبيرا ضمن رحلته الفنية التي امتدت لحوالي نصف قرن استطاع خلالها كتابة اسمه مع عظماء الكوميذية والمصرح تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالوارث عصر حيث أنه ورد في مثل هذا اليوم السادس عشر من سبتمبر عام 1894 في حي الجمالية وعرف عصر ببساطة أدائه وطبط ملامحي كما اشتهر باللقب أستاذ الإلقاء وشيخ الممثلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا إلى ختم النشرة وهذه عنواني الأخبر اجتماع طارق لمجلس الأمن المركزي في لبنان على خلفية حوادث اقتحام المصارف والميقات يدعو لتغليب المصلحة الوطنية الأمم المتحدة تحقق في مزاعم أوكرانية بوجود مقبرة جماعية في مدينة إزيوم وروسيا في ارتكاب أي مجازر خلال قمة شانغايا بوتين يعلن أو يعلن استعداد بلاده لتقديم الأسمدة والحبوب الروسية للدول النامية بلا مقابل ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وآمنه إلى اللقاء